السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا حبيبي عاملين ايه? معكم يوسف من كناة حلو حادق مع ابيسو. والنهاردة بقى هنعمل وصفة خطر العيد كل سنة ونطيبين. هنعمل كده تشكيلة كده سنية للعيد. هنلاكب ده بقى وكلاء وقلب وهنضيف كده شوية حاجات مع بعض. حلوة جدا كل سنة ونطيبين يا حبيبي. ان شاء الله الوصفة تعجبكو. يا ريت بقى لو لسه اجدت على القناة تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان وصفتي تسألك اول باول. يا ريت بقى متنسوش لايك حلو كده الفيديو وتعلي نشوف عملنا السنية دي ازاي. حاجات كده معي. جبت سنية على النار. هحط فيها كده شوية حلوين من الزيت. الوصفة دي بتحتاج زيت كتير يعني. حطينا شوية حلوين كده. اهم حاجة اعملي كده في حاجة واسعة وكل النار عالية. هنا بقى اضيفت الزيت واضيف كده ايه كتعة من اللية. طبعا دي اختياري بس هي دي يعني اهم حاجة في الوصفة بتديها طعم حلو جدا. كتعة كده من اللية حطيتها على الزيت. انا مش عايزة طبعا اللية يعني تسلق يعني جامد معي تنزل الدون كلها. دي بقى بس اديها تشويحة كده ونشوف اناعمل ايه. زي ما قدت لكم النار عالية وتشتغلي مثلا فصنية او فطوصة كبيرة واسعة عشان الحاجة لما تتحط ما تنزلش ميتها. هنا كده ديتها التقليبة وبعد كده بقى انا معي هنا كده كده من الفشة والزور والحلويات ودول سلقتهم قبل ما نزلهم. طبعا هنا انا هضيف حاجات وانت طبعا تحب اللي انت عايزة تديفد فيه ولانت عايزة تشيلي تشيلي. انا هنا هضيفت فشة وزور وهعمل قلب وكلاة وكفتة تقدر يبقى اديه في زجوء تقدر تشيل حاجة تحط حاجة زي ما انت عايزة يعني. انا هنا برديك الفكرة وانت بقى الاضافات زي ما انت حبها. هنا بعد ما ديتهم تقليبة بسيطة كده هنزل بقى بالقلب. ده قلبي كده معايا متقطة شرايح نزلت بيه على طول كده على الصناية وهي سخنة. زي ما قلت لك الفشة والزور الحلويات دول سلقاهم وما الطعام شرايح وبقيت الحاجات معايا نية. هدي بقى القلب كده تقليبة طبعا انا بنزل بالحاجة اللي بتاخد سوا الاول. القلب طبعا باخد سوا اكتر من الكبدة وبقيت الحاجات. فانزلت بالاول. هدي له كده تقليبة. وزي ما قلت لك بس النارة عالية عشان الحاجة ما تجيبش ميتها معايا. زي ما انت شايفة كده ما فيش حاجة تجيب ميتها وتبدل الحاجات عمها حلوة. هنا بعد كده نزلت بالكلاوي. دي كلاوي برضو كده غسلتها وقطعتها مكعبات. بعد ما ضفت القلب نزلت بالكلاوي كده برضو ابدأ لان انا اشوح فيها كده زي ما انت شايفين. الوصفة دي حلوة جدا ممكن تعملها في العيد او في غير العيد. بصراح حلوة جدا ان شاء الله تعجبك. بعد كده مقلبتهم كويس مع بعض. خلاص كده خدت بتقليبة حلوة. اوسع بقى كده وجبت البصلية قطعتها شرايح كده وهضيفها عليهم. بتدي طعم حلو جدا انهم مش حابة ممكن ما اضيفهوش. طبعا الفلاصفة دي ممكن تضيفي طحول برضو تكوني سلقاء مقطع شرايح. زي ما قلتلك ممكن تضيفي يعني تشيلي مسلا فشة تضيفي طحول. تضيفي زي ما انت عايزين اضيفت بقى فلفل الوان. ممكن تضيفي فلفل اخضر حامل. بقى اضيفت الفلفل وقلبت بقى كده كله كويس مع بعض. ما شاء الله حلوة جدا. بعد كده بقى اوسع كده الفصانية زي ما انت شايفة كده وهبدأ بقى ان انا نزل الكبدة. بص الحاجة ما نزلتش ميتها زي ما انت شايفين كده. ولازم يزيلتي بقى معايا كتير كده. الكبدة يا جماعة متتغسلشي. انا الكبدة قطعتها مقعبات وحطيتها في مصفة وحطيتها عليها مع لقتين خلو كبار. الكبدة متتغسلش خالص يا جماعة. هبدأ بقى ان انا اقلب فيها كده مع المكونات كلها. عايزة اقول لكم الوصفة كانت حلوة جدا وبرحيتها طحفة وطعمها ما شاء الله جميل جدا. جربوه ان شاء الله يعطي اعجبكم. زي ما انت لكم ممكن تشتغلوا كبدة وكلاء وقلبي بس طبعا اللي هي حلويات العيد يعني. وممكن بقى اضيفه زي ما انت ضفتوا. انا انا كمان هضيف كفتة عشال الولاد بيحبوها في الوصفة ديا. يعني بقى الوصف ايديك زي ما انت عايزة تضيفي او تغيري اي حاجة زي ما تحبي. بس ما شاء الله لها كلها اي ما عايز تاوت وما نزلتش ميتها وشكلها حلو جدا. بعد مخدت بقى تقليبة حلوة هبدأ بقى انزل بالتوابل. حطيت ملح. وهديها رشة صغيرة من الحبان المطحون. وفلفل اسهد ورشة من الورق اللورة ورشة كده من الكزبرة. من كل حاجة كده رشة صغيرة يعني ما تقطريش التوابل. وطبعا رشة من جس الطيب بتبقى طعمها حلو جدا في الوصفة ديا. بعد ما تدتها كده الملح والفلفل والكزبرة وزي ما تلك رشة من الحبان كده والورق اللورة. هبشر عليها بقى اي رشة صغيرة كده من جس تمام كده الحاجة كلها معي جاهزة واستوت. خلاص تمام. انا هنا بقى كده ايه هبدأ بقى انا نضيف عليها كفتة. انا كنت مجاهزة كفتة ببرغل او ينفع كفتة مسلا شاوي مساويها في الفرن. اي نوع كفتة انت بتحبية ينفع. او ممكن طبعا ما تضيفهاش خالص ولكن الوقت بيحبها في الوصفة دي. ممكن طبعا احبها تضيفي ممبار برضو بكون مساويها محمراء. بدي فيه في الاخر خالص بتقطعي ودي فيه معا عندي التقديم. زي ما تحبي يعني. هنا دي كفتة برغل انا نسويها وبعد كده هبدأ بقى انا نضيفها علي. زي ما انت شايفة كده. دي كده في اخر خطوة ان انا هضيف الكفتة كده معاها وان انا بقى ابدأ ان انا اقلب كده المقونات كده مع بعض. بقيت جاهزة معي بقى احلى سنية للعيد لفتر العيد او ممكن طبعا في اي يوم تاني كل سنوات طيبين ويا رب شعود عليك الايام بخير يا رب. ودايما في صحة وخير وسعيدة. اخر حاجة بقى دين اللي هتخلي بقى الصينية بتاعتي لحي ده بقى تجيب اخر الشارع. دي معلقة من هرست الشطة ومعلقة من هرست الفلفل اخضر يعني. معلقة مع بعض كده وضيفته مع الصينية بتاعتي. ودي اختياري ولكن بتدي الصينية طعم تاني. بتديها يعني طعم وريحة حلوة جدا. هيتاخدوا بقى تقليبة كده مع بعض وخلاص الصينية بقت جاهزة عندي. وانقدمها بقى كده ونشوفها. يا ريت بقى متنزلوش بلايك حلو كده للوصفة عجبتكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.